انا بيه جماعة احنا كان معاكم في فيديو جديد من نوعية الفيديوهات اللي انا بقيت احبها جدا مؤخرا واعتقد انتوا كمان بقيتوا تميلوا ليها فيديو بدون سكريبت مجرد طالع درجش معاكم بس وحكي معاكم في فكرة معاناة في دماغي او حاجة جديدة نزل السوق وحابب اعلق عليها بيكون انطباع بس مبدأي عن السعر مش مجرد مراجعة كاملة للموبايل الحقيقة اصلا وانت بتتفرغ على الفيديو دوت هكون انا موجود في السخنة بحضر مؤتمر شاومي اللي هو هيكون الساعة خمسة ونص يوم واحد نوفمبر دوت اللي هيعلنوا فيه عن البوكو اكس سري النسخة الان اف سي واحد من اخطر مباراة اللي احنا مستنيينها في مصر بقالنا فترة طويلة جدا وكلنا متحمسين ان احنا نعرف السعر دا سمي بتاعه طبعا وقت تصوير الفيديو دوت ما بيبقاش عندي معلومة اقيدة بس انا جاي اقول لكم التسعيد اللي انا شايفه مظبوط السعر اللي لو الموبايل دوت نزل بيه هيبقى حلو وايه السعر اللي لو نزل بيه مش هيبقى حل واوي اولا خلينا فاكريم وصفات الموبايل مع بعض سوا الموبايل اللي هو هيبقى بسنابلاجون 732 جي الموبايل اللي هتكون الكاميرا بتاعته 64 ميجا بيكسل والموبايل اللي بطاريته معدية حجمها 5000 ميلي امبير ومع ذلك بتشحن في خلال 60 ديه تقريبا او 65 ديه فانت بتتكلم في موبايل محترم قوي علشان كده الناس منتظرة بقالها فترة طويلة خصوصا كمان الريلمي اللي هي المنافس الاقوى تقريبا بتاع شاومي في مصر نزلت موبايلاتها ريلمي 7 وريلمي 7 برو موبايلين دول طبعا عملت لهم مراجعات كاملة قبل كده ممكن تتفرج على المراجعة علشان تعرف تفاصيل او اي حاجة حابب تعرفها عن الجهازين دولي والحقيه مهم ان انت تعرف عنهم علشان دول المنافس الاقوى بتاع شاومي دول اهم حاجة البوكو اكسس ري نازل علشان ينافس معيها اولا البوكو اكسس ري النسخة الان اف سي بتنافس الريلمي 7 ولا ال7 برو من خلال الموصفات بتاعته يمكن يكون منافس للبرو اكتر شوية لان انت عندك مثلا موضوع الكاملة الخلفية ال 64 ميجا بيكسل دوت انا اعتقد من خلال الموصفات والسنسور اللي انا شايفه فهتبقى في نفس مستوى الريلمي 7 برو يمكن احسن شوية يمكن اقل شوية ديت حاجة هنحتاج نعرفها اكتر لما نجرب الموبايلات بنفسنا ونقدر نحكم عليها بشكل احسن معالج سنابلغ 732 جي مفروض ان هو حصل في تطور عن ال730 جي والمفروض ان هو يعتبر نسخة اقوى شوية الى حد ما بس انا حد دلوقتي شايف ان كل المعالجات اللي في السعر دوت قريبة جدا من بعض سواء انت بتتكلم على ال732 جي تتكلم على ال730 جي ال720 جي تقريبا الاداة سيكون متقارب ما بينهم قوي برضو ميديا تيك عندها الهيليو جي 95 دوت اعتبر تقريبا اقوى معالج ديهم في السعر دوت بينافس مع المعالجات السناب داجون اللي موجودة في نفس الفئة ودوت اللي بيستعمله هو الريل مي سيفن بس وعلشان كده برضو الطريقة بتاعة معالجة الصورة معالجة الالوان مختلفة عن باقي الموبايلات اللي بتيجي بمعالج من كوالكم سرعة الشحن طبعا هي ميزة كبيرة جدا لريل مي سيفن والسيفن برو ديت النقطة اللي بيتلاعب عليها قوي في الدعاية فاكت ان هو جاي بالشحن ال65 واط بس خلينا صرحين البوكو ايكس اس دي النسخة الان ا ا ا ا ا ا ا سي لنازل مصر ديت برضو جاي بشحن يعتبر محترم جدا ال 33 واط دوت بيقدر يشحن الموبايل من صفر لحد مية في المية في حوالي ساعة تقريبا فاول نصف ساعة كمان بيكون شحن اكتر من 60 في المية ممكن يوصل ل65 في المية فدوت يعتبر مساحة كويسة او حجم كويس من البطارية بيتشحن في اول نصف ساعة عندك شاشة اي بي اس مية وعشرين هيرز وديت تقريبا اول شاشة مية وعشرين هيرز اللي تغربها في مصر بس طبعا هي شاشة اي بي اس مش اموليد فانت مش هتاخد نفس الكنترست اللي موجود مثلا في شاشة زي بتاعة الريل مي سيبن برو هتكون شاومي اسرع في الريفرش ريت ومناسبة اكتر للالعاب الشاشة ديت بس الريل مي سيبن برو هيكون مناسبة اكتر من ناحية الكنترست بتاع الشاشة والجودة بتاعة الشاشة نفسها في شاشات اي بي اس بتبقى احسن من الاموليد ديت حقيقة مطلقة وناس كتيرة مش مقتنعة بيها بس انت عندك شاشات حرفيا بتاعة اي بتينج بيكون ساعة لها معدل مية الف جنيه بتكون شاشة بس وبتكون اي بي اس مش شرط تكون اموليد علشان تبقى حلوة بس احنا هلنكلم في المعتادة او في الطبيعي غالبا الشاشات الاموليد بتكون الوانها الناس بتميل ليها اكتر عن الاي بي اس ميزة انا اخدت بالي برضو ان هي موجودة عند شاومي جدا هو موضوع ان هي السماعات بتاعتها استيريو سبيكرز ديت حاجة مش بنشوفها كتير اوي في الفيلم المتوسطة تقريبا برضو سيفن برو هو الموبايل الوحيد اللي موجود في السوق دلوقتي بيدعمها في السعر دوت فان شاومي يضيف نفس الميزة ديت حاجة هتساعدهم جدا في المنفسة حسيت ان الفيديو دوت قلب على مقارنة شوية بس ديت طبعا مش مقارنة كاملا بين الجهازين لان حد النهاردة ما جربتش الشاومي بوكو اكس اس ري لمدة طويلة ان هو اقدر اعمله مراجعة او اقدر احكم عليه بشكل كامل بس دوت فيديو قريتي للسوق من خلال الموصفات وقريتي الاقوى منافسين تقريبا او اقوى جهازين ممكن تشتريهم انت في السعر ده ودوت رجعنا لاهم نقطة تاني وهي تسعيد شاومي احنا عرفنا الاسعار بتاعت ديل مي وعرفنا هي موجودة بكام بالزبط والهدايا بتاعتها ايه بالزبط ديل مي سيفن برو عامل حوالي 5000 جنيه تقريبا والديل مي سيفن العادي عامل حوالي 4600 وديت اسعار مناسبة لكل جهاز فيهم كل موبايل بيقدم مواصفات كويسة على السعر بتاعت دوت الفكرة ان شاومي عندها موبايل دلوقتي المفروض ان هو على الورق بينافس الديل مي سيفن برو زي ما قلتم ممكن يكون احسن منه في حاجات اقل منه في حاجات تانية بس انا شايف ان هو يمكن يكون اعلى من ديل مي سيفن العادي هو اقرب للبرو شوية فلو شاومي عرفت تسعر البوكو اكسي سيدي بتاعها بنفس السعر ديل مي سيفن اللي هو تحت ال5000 جنيه ديت هتكون ضربة جمدة جدا لريل مي دوت هتكون حاجة تشد المنافسة زيادة دوت اكيد هيخلي برضو بعد كده تنزل ديسكاونت على الموبايلات بتاعتها او تدخل سعر السيفن برو علشان يقدر ينافس شاومي بس ديت هتكون ضربة قوية من نزول شاومي بسعر كويس اوي زي كده لو الموبايل نزل بقى اغلى من 5000 جنيه هو مازال يستاهل ده الموبايل يستاهل لحد 5500 ويمكن يستاهل لحد 6000 جنيه كمان على حسب الهدية برضو اللي هتتحط معاه مع البري اوردر الموبايل قوي ومواصفاته تخليه واحد من احسن الاجهزة اللي ممكن تشتريها في السعر دوت بس انا دلوقتي مش بكلم على تسعير كويس انا عايز تسعير فوق الممتاز عارف ان هو نازل ينافس الريل مي سيفن والسيفن برو بس مش عارف هينزل في انهي سعر ما بينهم بالظبط لو انت بعد ما تتفرج على الفيديو دوت ودخلت على الانستجرام عندي هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بتاع الفيديو غالبا هتلاقيني اعلنت عن السعر لانها هكون في المؤتمر هناك بتكلم عن كل حاجة وقت ما بتحصل على مطول فلو انت عايز تعرف السعر بالظبط دوت حاجة مهم انك تكون متابعني هناك علشان تعرف كمان الاخبار كلها اول باول الى اجهزة للنازلة قريب وكده زي ما قلت دوت ما اعتبرش فيديو مقارنة دوت ما اعتبرش المراجعة للبوكو اكس اس دي دوت حتى ما اعتبرش انطباع مبدائي من مسكتي للموبايل دوت مجرد اداية للسوق وتمنيات ان شاومي تنزل الموبايل بسعر يقدر ينافس في السوق بشكل كويس قوي مش بتتكلم على حاجة تعملك منافسة كويسة بس لأ انت عايز منافسة جبارة فانا مستاني بساطة هشوف شاومي هتعمل ايه بالظبط وهتنزل الموبايل بكام؟ ولحد ما انت تعرف السعر او قبل ما تعرف السعر قبل ما تخش على الانستجرام عندي حط السعر اللي انت متوقعه او اللي انت بتتمناه في الكومنتات لو عجبك الفيديو دوت من تنسلاش تعمل سامز اوب وتعمل سبسكريب علشان تتفرج على اي فيديو هنزله بعد كده واللي غالبا ان شاء الله هيكون فيه مراجعة كاملة للموبايل شاومي الجديد البوكو وبس كده كان معتاد كان معاكم احنا كمال من ايه كي ريفيو استاني في الفيديو الجاي